السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم أحبتنا طلاب الصف الثالث في مدرسة المناهل الدولية مع درس جديد من دروس التربية الإسلامية سنحلق بكم اليوم في رياض قصة من قصص أنبياء الله تعالى الذين أرسلهم إلى هداية الناس وإرشادهم إلى طريق الحق وعبادة رب الكون جل في علاه فقد أرسل الله سبحانه وتعالى العديد من الأنبياء والرسل وذكرهم الله سبحانه في القرآن الكريم عن طريق قصص كثيرة كانت الغاية والعبرة منها الاطلاع على سيرة العصور السابقة والأنبياء الذين أرسلهم الله سبحانه لهداية الناس إلى عبادة الله الواحد وترك عبادة الأصنام فقد ذكر لنا الله سبحانه وتعالى قصصاً عن أنبياء ذكرهم لنا في القرآن وأنبياء لم يأتي على ذكرهم سنتعرف اليوم في درسنا عن قصة نبينا نوح عليه الصلاة والسلام في قديم الزمان بعث الله نوحاً عليه السلام نبياً إلى قومه بعد أن انتشرت في زمنه عبادة الأصنام فهو أول رسول بعثه الله للناس وهو من أولي العزم من الرسل أرسله الله لقومه الذين كانوا يصنعون أصناماً لأناس صالحين ماتوا أمثال الرجل الصالح ود وسواع ويغوث ونسر وبعد فترة وسوس لهم الشيطان فأصبحوا يعبدون هذه الأصنام رأى نوح عليه السلام مجموعة من قومه كانوا يعبدون صنماً فقال لهم ما هذا الصنم الذي تعبدونه من دون الله فقالوا إنه ود ألا تعرفه أجابه نوح عليه السلام متعجباً ولكن إنه رجل صالح وقد كان هد أحد عباد الله المتقين فأجابوه ونحن نعبده لأنه صالح كما كان أهلنا يعبدوه قبلنا أجابه نوح عليه السلام ما كان آباؤكم يعبدونه ولكن الشيطان وسوس لهم بأنهم بذلك يتقربون إلى الله ثم أتيتم أنتم فتركتم عبادة الله وعابدتم الأصنام فقال له قومه إليك عنا يا رجل قال نوح إني أدعوكم لعبادة الله وحده الذي خلقكم وهو الأحق بالعبادة أعبد الله أعبدوا الله يغفر لكم ذنوبكم فقالوا له ما نرى يا نوح إلا بك ضلالة أجابهم نوح عليه السلام يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين وهكذا دعا نوح عليه السلام قومه لعبادة الله عز وجل وحده تارة بالترغيب وتارة بالترهيب إلا أنهم كانوا يضعون أصابعهم في آذانهم ويغطون وجوههم بثيابهم حتى لا يسمعوا كلام سيدنا نوح عليه السلام كما توعدوا له بالعذاب هو وكل من آمن معه وأنهم سوف يخرجونهم من بلده إن استمر في دعوته ولم يكف سيدنا نوح عليه السلام عن دعوة قومه ليلا ونهارا ولكنهم أمعنوا في الضلال والكفر بل وحردوا صبيانهم على عدم الاستماع إليه خوفا من أن تلامس دعوته قلبا رقيقا لم ينجب البعد بالكفر والعسيان كما ويوصونهم بأن لا يسمعوا كلامه وأنه كاذب ومخادع وكانوا يقولون له أنت تدعي النبوة ولم يتبعك إلا أراذل القوم وأقلهم شأنا فرد عليهم نوح عليه السلام إن هؤلاء أعظم عند الله منكم وأرفع شأنا يا قومي إني دعوتكم إلى الخير فاستغفروا ربكم يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بالمال والولد ويجعل لكم الجنات ويجعل لكم الأنهار قال سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأمواد وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا كما تابع نوح عليه السلام فقال يا قومي ما لكم لا تخافون الله الذي خلق سبع سماوات تباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله خلقكم من الأرض وإليها تعودون فارجعوا إلى الله وإلا مسكم عذاب أليم بقي نوح يدعو قومه ألف سنة إلا خمسين عاما أي تسعمائة وخمسين عاما ولما يأس سيدنا نوح عليه السلام وتيقن من عدم صلاحهم وأنه لا خير فيهم دعا عليهم بالعذاب فقال قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا وتابع نوح عليه السلام دعوته قائلا رب لا تترك على هذه الأرض كافرا ولا عاصيا رب إن تركتهم فلن يكون من ذريتهم إلا فاجر كافر قال تعالى وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا ثم دعا نوح ربه أن ينجيه الله وأهله ومن معه من المؤمنين فلب الله طلبه ثم أمره الله سبحانه وتعالى بزرع الأشجار فسأله قومه لماذا تزرع الأشجار يا نوح؟ فأجابهم نوح عليه السلام لقد أمرني الله بزراعتها حتى أصنع منها عندما تكبر سفينة كبيرة انتظر نوح عليه السلام مئة عام حتى كبرت الأشجار فأخذ بتقطيعها وبدأ بصنع السفينة عاد قومه وسألوه متعجبين ولكن أين تعلمت كيف تصنع السفن يا نوح؟ فأجابهم نوح عليه السلام إنه الله الذي علم كل شيء وفي يوم من الأيام وبينما كان المؤمنون منهمكون مع نوح عليه السلام في صناعة السفينة جاءه الكفار من قومه يسخرون منهم ويستهزئون وبعد أربعين سنة أنهى نوح ومن معه صنع السفينة حيث جعل طولها ثلاثمائة زراع وعرضها خمسين زراع وارتفاعها ثلاثين ذراع وكانت عبارة عن ثلاث طبقات كل واحدة عشرة أذرع السفلى للدواب والوحوش والوسطى للناس أما العليا فقد كانت مخصصة للطيور وكان بابها في عرضها ولها غطاء من فوقها مطبق عليها وجاءه كفار قومه يسخرون مجددا ولكن يا نوح كيف ستسير بها في البر وليس هناك ماء نظر إليهم ولسان حاله يقول هذا ما أوصلكم إليه عنادكم وكفركم وطغيانكم وأمر الله نوحا عليه السلام أن يحمل في سفينته من كل نوع من المخلوقات اثنين ذكرا وأنثى وأمره أن يحمل من آمن من أهله وهم أولاده الثلاثة حام وسام ويافث وجميع من آمن من قومه ثم أمر الله سبحانه وتعالى فتفجرت الينابع متدفقة هائجة من الأرض وأرعدت السماء وأمطرت بماء منهمر فحدث طوفان عظيم لم يكن أحد من الكافرين أن يتوقعه أما ابن نوح واسمه يام من الكافرين فلم يركب مع أبيه في السفينة رأى نوح عليه السلام ولده فقال له يا ولدي آمن بالله واكفر بعبادة الأصنام واركب معنا فإن الله سوف يخلق هذه الأرض ويغرقها بالماء فرد عليه ولده لا تخف علي سوف أصعد إلى قمة جبل يحميني من الماء فأغرق الله جلت قدرته الأرض ومن عليها حتى أن زوجة نوح كانت من المغرقين لأنها كانت كافرة وكانت الأمواج كالجبال وأغرق الله الأرض إلا نوحا ومن معه في السفينة وارتفع الماء فوق أعلى قمة جبل على الأرض بقيت السفينة على هذه الحال طافية على الماء مئة وخمسين يوما ثم أمر الله سبحانه وتعالى الأرض أن تبتلع ماءها وأمر السماء أن تتوقف عن الأمطار وأرس السفينة على جبل يسمى الجودي وهكذا حقت كلمة ربك وصدق الله وعده بهلاك الكافرين من قوم نوح أبناء الطلاب يبدو أن السيد كورونا ظهر في بث مباشر نتابع البث ثم نعود لنستخلص العبرة المستفادة من قصتنا مرحب فيكم طلاب مدرسة المناهي ببست جديد معرف إنكم طاجين وزهانين من الحظر وحابين تجور الأرايب والأصحاب وأنا عمقلة بتعليقات الفيسبوك واحدة معلق بدأنا بالخطة با صراحة ما سمتوا أفضل المهم لاحظت الحياة بدأت ترجع طبيعية للشوارع والمتاجر وهي فرصة حلوة لكم تبتضعوا وفرصة إلي ضل عنكم للعيد بس هالعودة التدريجية بتحملكم المسؤولية وبتنقوا الجزء منهم للحكومات للشعوب ورجعوا حميدان للميدان إجا الوقت إنه الفئد الناس الممتزمة مالكم بالطويلة هاتوا لنشوف شو سؤالكم لليوم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معك يا جودي من مدرسة المناهي للدولية بساءة كورونا لحشة الصحية تببت بعدها اجتماعية وبنذلك تبعدت القلوب ألا سامعي بهذا الرأي شكراً كثير إليك يا جودي شكراً لسؤالك كان كل شهر رمضان جدوى العزايم لمليان إنا عازم أو معزوم وناس بتحب الأجر وناس بتحب الوفل والاثنين متاحين إذا بتبعد بس بطريقة مختلفة شوال التكنولوجيا ما تركت شيء إلا وسهلته يعني ممكن تتصل على رفيتك تسألها عن طريقة المعروف تبع كل سنة وتساويها إمتيح المرة أو تتصل على تيتا وتخليها تدعيلك قبل الفطور الخلاصة التباعد الاجتماعي ما يعني بالضرورة تباعد قلوبنا حاولوا تحموا حالكم وحبايبكم والزموا بيوتكم ولا تطلعوا إلا بالضرورة وإذا طلعتوا تركوا مسافة آمنة اتمنى لكم السلامة وشوفكم بحلقات قادمة إلى اللقاء شكراً لك سيد كورونا على نصائحك المستمرة لنا نعود الآن أبناء الطلاب لنجمل العبرة المستخلصة من قصة سيدنا نوح عليه السلام مع قومه أولاً الاستمرار وراء الحلم والأمل وعدم اليأس مهما حدث فلنقتدي بسيدنا نوح ونبقى صامدين حتى نصل لأهدافنا ثانياً الدعاء لله عند التعثر مع اليقين بأن الله سيستجيب وهذا بالفعل ما حدث مع سيدنا نوح عليه السلام ولا بد لنا هنا أبناء أن نستثمر شهر رمضان المبارك بالدعاء والتقرب إلى الله بأن يزيل الغمة والبلاء عن جميع الخلق ثالثاً طاعة الله على حساب البشر فقد ترك سيدنا نوح ابنه لأنه عصى الله ولم يهتم إلا لطاعة الله عز وجل وهنا أيضاً لا بد أن نذكركم أبنائي بأن الإنسان يجب أن يتحرر من جميع شهواته ويخلص الطاعة لله وحده رابعاً الله صانع المعجزات وقادر على كل شيء وبيده الملك كله ويجب أن نكون على ثقة بقدرة الله في تغيير كل الأمور خامساً إن مع العسر يسرى فبعد التعذيب والأذى يأتي الفرج من عند الله سبحانه وتعالى فبعدما تعرض له سيدنا نوح من أذى على أيدي كفار قومه جاء الفرج من الله وعندما تتعسر أموركم لا بد أن اليسر قادم عن قريب وكلها اختبارات من الله سبحانه وتعالى أتعلم من قصة نوح عليه السلام أن الله سينصر عباده المؤمنين مهما طال الزمن وأن الله تعالى يمهل الكافرين ثم يأخذهم بالعذاب الأليم كما أنه يجب على المؤمن أن يصبر ويثبت على الحق رغم كل الظروف أتلو الآيات الآتية لنركز جيداً في تلاوة الآيات ثم نعود قال رب إني دعوت قومي ليلاً ونهاراً فلم يزدهم دعائي إلا فراراً وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا وأصروا واستكبروا استكباراً بعد أن استمعنا أبنائي إلى هذه الآيات الكريمة سيطلب منا أن نستخرج منها صورة من صور صبر نوح عليه الصلاة والسلام على قومه تنعود أبنائي إلى الآيات قال تعالى قال رب إني دعوت قومي ليلاً ونهاراً لم يتوانى سيدنا نوح عليه الصلاة والسلام من أن يدعو قومه في الليل والنهار فلم يزدهم دعائي إلا فراراً كما ورد معنا في القصة فقد كان قومه يستهزئون منه ويفرون من دعوته وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم فقد كانوا يسدون آذانهم حتى لا يسمعوا دعوته واستغشوا ثيابهم أي كانوا يغطون رؤوسهم بثيابهم وأصروا واستكبروا استكباراً أصروا على الكفر ومعصية الله وعبادة الأصنام إذن أبنائي ما هي الصورة التي تدل على صبر نوح عليه السلام على قومه؟ أحسنتم إصرار نوح عليه السلام على دعوتهم رغم صدهم وأعراضهم عنه طوال تسعمائة وخمسين عاماً الآن صورة من صور عناد قوم نوح واستكبارهم سنعود أيضاً إلى الآيات الكريمة وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكباراً كلما دعاهم نوح وضعوا أصابعهم في آذانهم وغطوا رؤوسهم أحسنتم أبنائي الآن السؤال الخامس أرتب ترقيماً الأحداث الآتية بحسب تسلسل حدوثها أولاً أولاً أرسل الله تعالى نوحاً إلى قومه ليردهم إلى عبادة الله تعالى ثالثاً هل استجاب قوم نوح؟ كلاً لم يستجب قوم نوح له وقابلوه بصد وإعراض هل ترك نوح عليه السلام دعوته؟ أم أصر عليها؟ أحسنتم ثبت نوح عليه السلام على دعوته وأنذر قومه من عقاب الله هل استجاب له قومه؟ كلاً لم يستجبوا بماذا أمرهم الله؟ أحسنتم أمر الله تعالى نوحاً أن يصنع سفينة ماذا كانت عاقبة قوم نوح؟ أحسنتم أغرقهم الله تعالى ونجى نوحاً ومن معه في السفينة ومن معه في السفينة إذن الأحداث عبد قوم نوح الأصنام أرسل الله تعالى نوحاً إلى قومه ليردهم إلى عبادة الله تعالى لم يستجب قوم نوح له وقابلوه بصد وإعراض ثبت نوح عليه السلام على دعوته وأنذر قومه من عقاب الله تعالى أمر الله تعالى نوحاً أن يصنع سفينة أغرق الله تعالى قوم نوح ونجى نوحاً ومن معه في السفينة ننتقل الآن أبنائي إلى التقويم لماذا أرسل الله تعالى نوحاً عليه السلام إلى قومه؟ أحسنتم ليردهم إلى عبادة الله تعالى ويكفوا عن عبادة الأصنام أستنتج من قصة نوح عليه السلام مدى صبره وثباته على دعوة قومه؟ أحسنتم بقي سيدنا نوح يدعو قومه إلى عبادة الله ألف سنة إلا خمسين أي تسعمائة وخمسين سنة ثالثاً ما عاقبة قوم نوح الذين كذبوا دعوته؟ كيف كانت عاقبة قوم نوح؟ أحسنتم أبنائي أرسل الله عليهم الطوفان فأهلكهم جميعاً صبر نوح عليه السلام على قومه أذكر موقفاً تبين فيه كيف تتحلى بالصبر تأسياً بنوح عليه السلام أصبر على طاعة الله عز وجل واجتنا بالمعاصي أصيكم أبنائي بقراءة سورة نوح لأنها تلخص قصتنا لهذا اليوم كما أوصيكم أن تتحلوا بالصبر على الطاعات وخصوصاً في شهر رمضان المبارك وأن تجتهدوا فيه بالدعاء أن يرفع الله عننا البلاء أترككم في رعاية الله وحفظه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة